اللي اللي فاطمة أولاً شكراً لكم على الاستضافة شكراً للا فاطيما غير بيت نذكر بأنني أنا من العشاق وموت تبعي للا فاطيما أنا كانت مجلة أنا كسا كنت في الإداعة فرقة تمتيد الإداعة والتلفزة المغربية وبقيت الأنقل أول مرة اشتها نازل من الإداعة خارج شريعة محمد الخاميس وتلقى مجلة اسمي تلالا فاطيما وهزيتها وشريتها ومن ثم أنا من المتتبعين ديالها ومنع الشاق ديالها كشاش لما هاي الطولة يبتليني للا فاطيما والله ما تردد لأنني فخور وساعد أنني أكون معكم في هذا اللقاء بالنسبة للسؤال كيفاش بديت التمثيل أنا مع عشا دقوطة ش بديت حيث بديت طيفل من الأقل تلقيت راسية نحب التمثيل أول مدينة في المدرسة كأي فنانديا إما تكون البداية تكون في المدرسة ثم موروراً بذر الشباب ثم كانت البداية مع مصرح الهوات يعني مع فرقة مصرح فوصول مع الأستاذ والقادر بوزيد إلى أن جاءت الفرصة الحقيقية والفرصة التي كانت البداية في الخطوات الأولى في الاحتراف هي بالتحقي بفرقة التمثيل لدار الإداءة والتلفزة المغربية هنا بديت كممثيل مع الفرقة يعني الفرقة التي تتضم رواد الدراما المغربية المؤسسين يعني تنقوله العربي الضغمي تنقوله عبد الرزاق حكام تنقوله الهاشمي بن عمر تنقوله محمد حسل جوندي حبيب المذكوري أمينا رشيد فاطمة بن مزين يعني رواد المؤسسين أو الأوائل دي الدراما يعني الدراما المغربية بصفة عامة وتحكيم لنا يعني رأى أول امرأة دخلت التمثيل الإداعي يعني حتى السينما والتلفزيون وهي حبيبة مطولة وآمينا رشيد فكنت يجو بجلبة ونقاب يعني في توقيتها كان نعيب لمرأة دخل للميدان التمثيل فكنت يجو بجلبة ونقاب أنا لما التحقت بفرقة التمثيل لدراء الإداعي والتلفزي المغربية في التسعينات يعني لقيت له هناك جيل تحرارة وصبحنا منفاتيحين على الدراما مبقشة المشكل ولكن أنا لما كنت نقلس معهم كتفاخور لأنني كنت عاشرت هات الفرقة وهي لأسات التمثيل في المغرب لا هو صحيح أنه كما قلت بأنني بديت كممثيل وبديت مع أول فرقة في المغرب وهي فرقة التمثيل لدراء الإداعي والتلفزي المغربية نبديت في قلب الإداعي المغربية ولكن كان هناك أساتدة كان هناك محمد محمد البصري كان محمد حسن جوني كانوا أساتدة كبار وقعوا عندي الحسد للإخراج وشجعوني باش نمشي في الإخراج لأننا شوفوا أنني ممكن ننجح في الإخراج أكتر من نجح في التمثيل ومن هنا يعني بديت تنذير مساعد مخرج يعني بديت تنذير التمثيل وبديت تنذير مساعد مخرج ولقيت عندهم الحق لأنه بصراحة لقيت راحتي بإخراج أكتر من التمثيل يعني توقع التمثيل عنده لديه واحد العشق خاص واحد الحب خاص أنا دائما تعجبني أن أمثل لأن العشق الأول ديالي والحب الأول ديالي هو التمثيل ولكن لقيت راسي تنميل للإخراج وحسيت برسي أنني ممكن نكون متميز في الإخراج أكثر من نكون متميز في التمثيل ومهيم أن الإنسان يختار شيء حاجة اللي ممكن يكون متميز فيها كيف يمكن أن أعطيك الحياة؟ كيف يمكن أن يزول هذا؟ الإخراج خضر من التمثيل ويقصيب غير بالصح الإخراج خضر من التمثيل علاش؟ لأن أنا عندي الرغبة نمثل ولكن ممكن ليش نكون ممثل ومخرج في آن واحد يعني ممكنش تكون أمام الكاميرا وخلف الكاميرا لأنه صعيب أجربتها حتى في أدوار صغيرة ما تنقضش ودائما أنا تنقلها حتى الممثلين تنقلهم إحسن عوانكم لأن أنا لما تنقل قدام الكاميرا مشهد في خمسة دقائق تنحس بواحد العياء تنحس بواحد الفاتيك حلا خدمت 16 ساعة وراء الكاميرا أنا بالنسبة لي خمسة ديالدقائق أمام الكاميرا تساوي 16 ساعة خلف الكاميرا التمثيل يخصوه أحد المجهود كبير يخصوه أحد ينقجي كبيرة يعني يخصوه أحد تفرغ يخصوه أحد تركيز يعني ممكن لكش ما كانش واحد يقدر يركز على الإخراج ويركز على التمثيل إذا بغيت تركز على التمثيل هناك يخصوه عندك مساعد مخرج يعني متمكن يكون عندك واحد تقم ليقدر يعني ينفد رؤية الإخراجية ديالك بلا ما تكنت خلف الكاميرا وتكنت تطيق فيهم يعني الساعة ممكن تشرح لهم وتعطيهم الرؤية ديالك وتعطيهم ديكوباش ديكينيك ديالك وتتركز على التمثيل أما أنه يعني تخدم يعني بواحد الرؤية اللي أنت بغيت تحققها أنت بنفسك وتكون خلف الكاميرا تكون أما الكاميرا صعيب بالسعف شوف هو أحد القادية الممثل المخرج هي مشي جديدة ومشي عيب ركني في العالم كله ركني السود ركني الممثل يعني ركبار مخرجين ديالعالمين جاءوا من التمثيل وسنقول لواحد القادية غيزاته ستنكتو غاطي يعني يعني أن تقول بأن الممثل أو المخرج رهو ممثل فاشل لأن أغلبية المخرج اللي كان في العالم ركن الحب ديالهم ديالهم كل هدف ديالهم يكونوا ممثلين فما قد يتوفقوا في التمثيل مرسول الإخراج وهذا شيء مشي عيب ولكن يعني الإنسان اللي ما يكون في التمثيل وغيمر الإخراج سواء السينمائي أو التلفزيوني طبيعة حقا ستكوين لأنها تتعامل مع تقنيات تتعامل مع كادر يعني إلا ما كنتيش متمكن من التقنيات السينمائية باش وغيت تكون مخرج يعني ويصف غير الممثل لما تكون مخرج حاجة يكون متوفق يتوفق فيها هي لا ديالكسون داكتور يتوجه الممثل لأنه ممثل يعني يريح سن لا ديالكسون داكتور يعني يعني عرف كيف يوجه ممثل ولكن الجانب الآخر التقني ف عندما تتكلم على الأجانب والمخرج العالمي التي كانوا يتحول إلى مخرجين يرفقوا من العس البكري ومش تتعامل بالرزاق و بالكاميرا و بالماشينغي تتفرق بين ريجيسور جينيرال أو ريجيسور جينيرال أو ريجيسور جينيرال أو قومي أسيستان يعني تكون عندك تكوين باش تعرف تحكم في البلاتو ديالك إذا لم يكن لديك التكوين وعمرك ما تتحكم في البلاتو ديالك أنا دائما تقول مش يعيب الممثل يدخل بذلك الإخراج لأن الإخراج يعني من حق أي فلنان يمارسه ولكن لما يبغي بشي الإخراج أنا من الأحسن يفكر مزيان و لما يأخذوا حتى القرار يمشي يدير تكوين وأحسن تكوين عندما احنا في المغرب حتى لا كانش متان فرصة أن يمشي دير معهد ولا يدير دستاج يمشي دير أسيستان غير الزاتف يدير مساعد مخرج مساعد مخرجة مهمة بثاف المخرج أنا لم أرس مساعد مخرجة عشرين سنة و لم أعرفت القيمة ديالها حتى لو تنزل الإخراج لأنه لديك فرصة أنك تتحكم في البلاتو ديالك تتعرف أي واحد من التقنيين أي واحد من الفنيين أي واحد من الفنانة تتحرك في البلاتو إلا تكون عارف لاش تتحرك وشنو ناوي يدير وتتكون دائما يعني متمسك بلاشاد لزام ديال الأمور تكون متمكن من البلاتو لأنه لما كنتش متمكن من البلاتو رمي مكليك تتحقق الرؤية الإخراجية ديالك لا تنظر بأن هات الأعمال كلها بقى موجودة لحسب العلم ديالي بقى موجودة في الأرشيف ديال التليفيزيون غير مبقاش الديفيزيون لأن الفورما باش كانت نصورة هات الأعمال هذي لأن ذاك رقيتها كانت تقنيات بسيطة ماشي بحال تطورة لأن الفورما بشكل كبير كانت نصور بشكل فورما بشكل فورما بشكل فورما بشكل فورما بشكل فورما لحسب ما أعتقد أنه بقى كله متوفر وتنظن بأن الآن تليفيزيون المغربي يعني دير واحد بلاتفورم اللي هي فورجا وهذه فورجاق يعني لحسب ما سمعنا أنه غادي حتى أعمال من الأرشيف ديال التليفيزيون المغربية وموهيم أن الجمهور المغربي يعرف الأرشيف دياله ويفسخر به لأن نحن الحمد لله يعني كبلاد مغريف نحن نرى تطورنا بزاف في الدرما المغربية والدائل هو أن هذه الأعمال موجودة في الوسائل التواصل الاجتماعي موجودة في الانترنت دوك ميخداوها من الخزانة ديال التليفيزيون دوك هي موجودة غير خاص واحد منصة رقمية لتحطو في هذه الأعمال واللي بغي يطالع عليها اللي بغي يشوفها يلقاها موجودة وفي داك سيم صطافة؟ لا سيم صطافة أخرج مصباح بقلنا بانش شوفها بجيب شي قيوة على حساب سيم صطافة شوفها بجيب شي قياما شوفها بجيب شي قياما دعوا لايك وبرتجوا الفيديو مع أصحابكم وما تنسوش تابنوا فلاشين وتفعلوا الجرس لتوصل بكل جديد للا فاتمة